قرأ الكتاب ونحين يعني نتكلم على البادة العلمية أما أنك تقرأ الكتاب من الألف إلى الياء أنا أعتبره يعني جيد لكن حيضيع عليك وقت طويل جدا حيأخذ منك وقت طويل غير داعي هدر يعني طيب في أي سؤال آخر أي سؤال آخر أي سؤال آخر يا إخوة وإخوات تمام جمي إذن ننتقل الآن الحديث مثل ما ذكرنا على هذا الكتاب اللي هو اللي يسمى البين بوك غايد اللي هو مثل ما ذكرنا الكتاب الرسمي المعتمد يعني للامتحان مثل ما ذكرت يا أخ حازم قبل شوي قراءة مفيدة لكن إذا عندك وقت قرأه يعني إذا عندك وقت قادر أنك تقرأ وقرأه ما عندك مشكلة أوكي أما أنا برأيي يعني كل المعلومات اللي هتقرأها هنغطيها في المحاضرات بالنسبة لي أحضرنا المحاضرات وركز فيها أكثر وعاد الاستماع لها مرتين وثلاثة أهم من قراءة الكتاب بكثير كويس طيب إذن هنتكلم إيش هو هذا البينبوك ما هو هذا الدليل المعرفي طبعا البينبوك دليل المعرفي يترجم الدليل المعرفي لإدارة المشاريع اللي الامتحان الآن طبعا مركز على الإصدار السادس لكن ظهر الإصدار السابع لكن للآن ما دخل في الامتحان أوكي وإن كان يعني أفكار الإصدار السابع كلها موجودة في امتحان الحين يعني كل الأجايل والبيبول سكيلز وكذا هذه الأمور الدومينز المجالات تكلمنا عليها أصلا كلها قاعدين نختبر عليها الآن فالإصدار السابع الآن يعني خلينا نقول من ناحية الامتحان ما أضاف شيء جديد فإذن هنشوف إيش هو هذا البينبوك وإيش هي محتوياته وإيش هي الأجزاء اللي يتألف منها أو الكمبونت اللي يتألف منها هذا الدليل المعرفي طيب هذا الدليل المعرفي البينبوك كايد اللي موجود معاكم بالنسختين العربية والإنكليزية بعد شويح هنستعرض المادة العلمية أوكي هو مثل ما ذكرت لكم الدليل المعرفي الكتاب الرسمي اللي وضعه معهد إدارة المشاريع ووضع فيه المعيار الستاندرد معيار إدارة المشاريع تمام فإذا هذا الكورس طبعاً بشكل أساسي مبني عليه طيب إيش هو هذا الكتاب هذا الكتاب عبارة عن أفضل الممارسات أو الممارسات التي تعتبر جيدة في إدارة المشاريع إذن هي المعرفة والإرشادات والممارسات اللي تعتبر جيدة في إدارة المشاريع فهي أو يمكن تطبيقها على معظم المشاريع معظم الوقت إيش يعني هذا الكلام يعني الأشياء اللي احنا نتعلمها في هذا الكورس أو اللي احنا نتعلمها من الكتاب لا تتعلق بنوع معين من أنواع المشاريع هذا الكلام فقط ينطبق على المشاريع التقنية أو فقط ينطبق على مشاريع البناء أو فقط ينطبق على المشاريع الصحية لا كل المعرفة اللي هنتكلم عنها في هذه الدورة واللي ممكن تقرأها من الكتاب تنطبق على معظم أنواع المشاريع معظم الوقت يعني ما لها علاقة بنوع المشروع سواء كان مشروعك مثل ما ذكرنا اي تي ولا مشروعك بناء ولا مشروعك اجتماعي ولا مشروعك صحي ولا أيا كان هذه المعلومات وهذه المعرفة وهذه البست براكتسيز والبست براكتسيز الممارسات المقبولة تمام تنطبق على هذه المشاريع وهذه الممارسات وهذه الإرشادات هي التي سوف تعزز من فرص نجاح المشروع تمام فهذا يعني بمعنى آخر احنا ما نعطيك ضمان والله نقول الله إذا طبقت هذه الممارسات وهذه الإرشادات احنا نضمن لك نجاح مشروعك ما في شيء يضمن نجاح مشروع ما في شيء أبدا يضمن نجاح مشروع وإنما هذا يزيد من فرص نجاح المشروع لما تلتزم بهذه الإرشادات وبهذه الممارسات المقبولة عالميا وبهذا المعيار الستاندرد فإذا أنت تعزز من فرص نجاح مشروعك إلى أقصى حد ممكن فهذه الممارسات وهذه المعرفة وهذا الكلام اللي حنتكلم عليه في الدورة كل الكلام اللي حشرحه لكم والأدوات اللي حنتكلم عنها في إدارة المشاريع واوة إلى آخر كما ذكرنا تعتبر إطار عام فريم وورك تستخدم لإدارة مشروعك بحيث يزيد فرص نجاح مشروعك إلى أقصى حد ممكن وهو ليس منهجية محددة تمشي عليها خطوة في خطوة أقول الله هذه الخطوة الأولى كذا الخطوة الثانية كذا لا لأنه كل مؤسسة عندها منهجيتها كل مؤسسة الآن حسب نوع المؤسسة وحسب عمل المؤسسة حسب طبيعة المشاريع في المؤسسة وحسب حجم المؤسسة تختار المنهجية اللي تناسبها أوكي بعض المؤسسات تناسبها منهجية بسيطة خفيفة بعض المؤسسات والضخمة العملاقة تحتاج إلى منهجيات معقدة فإحنا ما نتكلم في منهجيات في هذا الكورس ما هنعطيكم منهجية تمشي عليها خطوة بخطوة لا هنعطيك فريمورك مثل ما ذكرنا إطار عام قواعد إرشادات ممارسات مشهورة مقبولة متعارف عليها عالميا أنها ممارسات جيدة معيار عالمي لإدارة المشاريع تطبقه في معظم أنواع المشاريع معظم الوقت هذا هو البينبوك واضح؟ طبعا هذا الكلام عليش شوي نظري أنت الآن تقول في نفسك طيب أنا وش يعني ليش تشرح لي هذا الفرق المهم يعني صح هو نظري لكن لازم تعرف يعني أنه اللي حتتعلمه مجموعة أدوات ومعرفة تساعدك في إدارة أي مشروع في أي وقت أو معظم عشان ما نقول أي يعني معظم أنواع المشاريع في معظم الأوقات ولا تتعلق بيعني نوع واحد من أنواع المشاريع أوكي واضح يا إخوان وإخوات تمام طيب خليني الآن أشارك معكم ونشرح ونتكلم شوي إيش المادة العلمية هذه اللي عطيناكم إياه كويس طيب هذا المجلد اللي حصلت عليه صحيحة ولا لا تمام طيب طبعا هذا الـ presentation اللي طلبت منكم أو نصحتكم أنكم تطبعونه وإذا حبيت وتأخذهم لحظات تأخذهم لحظات عليه هذا هو PMP Virgin 2 كتاب ريتا وكتاب هيلدمن هذول الكتابين اللي قلت لكم تحتوي أو يعني يحتويان على عدد كبير من الأسئلة بإمكانكم تتدربوا من خلالهم على الأسئلة بعد ما نخلص الدورة إن شاء الله هذول الكتابين اللي فيهم عدد كبير من الأسئلة تقدروا إذن أنكم يعني تستخدموهم في التحضير أو في التدرب على الأسئلة طيب المخطط هذا حنشرحه في وقته مخطط بارغس وهنا طبعا في زي شرح للمصطلحات لكن في أفضل منه هنا هنا الآن هذا المجلد هو اللي فيه بشكل أساسي الدليل المعرفي الأصدار السالس باللغتين موجود عنكم باللغة العربية وموجود عنكم باللغة الإنجليزية تمام هنا المعجم اللي ذكرت لكم معجم المصطلحات اللي فيه كل المصطلحات اللي هتمرد معنا في الكورس باللغتين باللغة العربية واللغة الإنجليزية الآن اللي يهمنا في الموضوع أو اللي أبغى أشرح عليه اللي هو مثل ما ذكرنا الدليل المعرفي هفتح اللغة العربية أوكي هفتح الكتاب أو الدليل المعرفي باللغة العربية وأيضاً أشاركه معكم هذا هو إذن الدليل المعرفي الإصدار السادس مثل ما ذكرنا وتعالوا نشوف إذن إيش هو لا الملف اللي عليه باسورد هو دليل الممارسة الإدارة الرشيقة هذا يعني مرفق مع الدليل المعرفي ملحق أو مرفق مع الدليل المعرفي اللي يتكلم على الإدارة الرشيقة بحاول أبدلكم يا بواحد ثاني ما عليه باسورد لكن الآن هذا المهم هنا حتشوف أنه الدليل المعرفي يتكون من جزئين شايف هنا الجزء الأول وبعدين تنزل الجزء الثاني حقيقة الجزء الثاني اللي هو حوالي 100 صفحة من 540 ل 570 أقل من 100 صفحة أو لا أكثر هو من 540 ل 640 تقريبا نعم 100 صفحة تقريبا هذا هو المعيار يعني مسجل كمعيار لإدارة المشاريع اللي وضعه البي ام آي اللي وضعه معها لإدارة المشاريع وهذا اللي أنصحك تقرؤ في الكتاب هل 100 صفحة ذولة لما يكون عندك وقت في أي وقت مو شرط يعني الآن في أي وقت هذا اللي أنصحك تقرؤ اللي هو المختصر المفيد مثل ما يقولون يعني اللي هو المعيار اللي يستخدم في إدارة المشاريع اللي يركز على أو فيه مقدمة ما يقولون ما يقولون ما يقولون ما يقولون ما يقولون كيف أبدأ المشاريع مجموعة عمليات بعدين التنفيذ ومجموعة عمليات الضبط والمراقبة للمشروع ومجموعة عمليات لإغلاق تماما هذا المئة الصفحة هي الملخص المفيد للكتاب أوكي دليل المعرفي كتاب الدليل المعرفي باللغة العربية enbook guide باللغة العربية هذا الجزء الثاني أنا ما أدري ليش حطوه الجزء الثاني وحقيقة المفروض يكون جزء الأول لأنه هذا هو المعيار الملخص المسجل في هيئة المواصفات والمقاييس الأمريكية الجزء الأول حقيقة هو الشرح المفصل للمعيار